السلام عليكم متتبعين قناة سمية سماء معكم سمية كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله مرحبا بالمتتبعين الوفيين ديالي ومرحبا بالناس الجدود اللي انضموا القناة اليوم ان شاء الله نقدم لكم محطة جليدة بساف وسهلة وبسيطة في التحضير كانحتاج لها نصف ريتر من الحليب ساشة ديال كاكاو سبعة جرام ساشة ديال سكر الفانيلا سبعة جرام كانحتاجوا الجوج هكا طريفات ديال الجبن تقدروا تستعملوا المثلة او المربع عندي هنا جوج غلب ديال الجبن طري يعني بالسكر عندي هنا قهوة سريعة الدوابان عندي انشاء او المايزين هندي جوج مع القكبار ديال السكر ساني دا وعندي هاد العلبة هادي ديال البيسكويت امكلكم تستعملوا اي بسكويت متوفر عندكم هاد الساشة هادي خديتها بثلاثة درهم الى ما لقيتوها تقدروا تتعوضوها بشابه ديالو كيدير درهم يمكن اللي يسميته ايو ولا باي بسكويت مهم توفر عندكم مهم انه يكون من الاحسن ديال كاكاو لانه كيعتى واحد لده زوينة بزاف ونبدأ وعلى بركتي الله اول حاجة كنقوم بها هي ان كنوضو ذاك الحليب البارد في الكاسرون اللي قد نردوها فوق البوطة كنزيدو عليها ثلاثة ديال ملاعق كبار ممتلئة ديال انشاء او المايزينة حتى بلا كخيم باتيس خيلي عندكم كنضيف جوج مع الكبار ديال السكر الخاشين ولا السكر السانيدة ولا حسب توقع اللي بغيتوا اضطيفو تقدروا اضطيفوه كنحاولو نحركو باش تندمج لنا العناصر ومنساش اني نزيد ساشي ديال فاني باش يكون هكا هات تحلية منك علينا بانكه ديال فانيلا ومن بعد كنناخد هاد البيسكوي هادا كنحاولو نقسمو على الجوج باش يعطيني باش يخرج ليه بساف ونحيد منو هاداك الشكالات الابيض ولا هاداك الكريمة البيضة ونحتافض بها حتى هي باش نزيدها على الخالط الى ما عندكمش هاد البيسكوي هادا تقدرو تتعوضوه ببيسكوي اخر مهم انه يكون كاكا وكيف ما سبق لي وذكرت ليكم وحاولو ما تهرسوه فباش تاخدوه تأكدوا بانه ما مهرش وبالنسبة لهاد الكيمية هادا اللي اعطتكم ديال ما قادير يعني نصف لتر من الحليب علبتين من الجبنطاري وعلبتين من الاولى عفوان طريفات هكا من الجبن العادي مو ثلاث قوي مربع يعطينا ست كؤوس متوسطة الى صغيرة يعني ما شي ست كؤوس كبيرة وانما متوسطة الى صغيرة مو ثلاث قوي مربع من اللي كان سالي بنضع هاد البيسكوي هاد الي جانبا و انا حاول ناخد هاد الجبن نضع الجبن المربع باستخدمه مع الجبن الطاري علاج غير حيث لا يوجد المكسر لا تستطيع تسنية على التحليب مع الميزينة حيث يبردون يعد نطحنهم مع الجبن نضع الجبن الطاري سوف يتمسكها قبل أن نطحن نضع المكسر نضع هذا الفورماج نضع هذا الفورماج نضع هذا الفورماج كما تعرفون الفورماج يبقى هذا الفورماج سوف نضع الخالط ثم نضع الخالط نضعه قبل وطفن نضعه بعد أن يكون جد وطقال نضعه من فوق البطاة ونضعه نضع الكيميئة كاملة نضع الكيميئة لكي من المكسر هذا لا يوجد يغورط مصوص ولا يغورط طبيعي هذا يوجد يغورط مصوص المملح يصير لد بزاف تحليات وودة تشيز كيك مع المضاق في الجبن المملح يصير لد بزاف وفي الوصفة يصير لدها بسبب الصحور وعندما يستعملها في الفطور كيف ما كنتشوفه معايا كان نواصل التحريك نحاول ما نحبس نهائيا باش الخليط ديلي ما يتكبلش كان بقى نحرك حتى كيوجد او كانت فايليه وفهد الاتناء هادي كان زيد هاداك الخليط اللي درت ده بقنا نضفت حنايا هاداك الشوكولات الابيض اللي حيت من بيسكويت باش يدوبليا وده بقنا نضيف هاداك الخليط ديال ديال الجبن الطري والجبن العادي وغادي نحرك مزيان وفورا نحاول نوضع في الكووس قبل ما يجمد ليا لانه ديجا راه عاقد يعني غاك نحاول هاك نمزج العناصر مزيان ونحاول نكون ديجا موجد الكووس ديالي كنضيف الكيمية كاملة اللي عندي ديال الجبن وفهاد الأثناء غادي نكون درت الماء شوية يسخن لما طايب غادي نديرو هاك في واحد زليفة وغادي نضيف عليه مع علقة صغيرة مع عمراج ديال القهوة سريعة الدوابن غادي نحرك واحد شوية هادا القهوة هي اللي غادي نغتص فيها شوية ذاك البيسكويت كي باش يجينا على شكل تغاميسو يعني يجي منكه بالنكهة ديال القهوة كيف ما صبخ لي وذكرت لكم كون محضرين هاك الكووس ديالنا كن نضير هاديك البيسكويت في القهوة كنحط واحدة فقاع الكاس ثم كنضيف عليه وحد الكيمية ديال الكريم اللي حضرت بنسبة لهد الكووس راهم متوسطين كنضير الكيمية اللي غادي نبغيها اناية وغادي نضيف على تاني البيسكويت في الواسط كيف ما لاحظته كنضير وحده في القاعد ديال الكاس وحده في الواسط وإلى عندكم كويسات ضيقين بزاف يعني علاقة للبيسكويت من الأفضل تستعملوهم باش كيبقى باين لنا ذاك ذاك الطبقات ديال البيسكويت السود ولا كريمة بيضاء انا كيف ما كتلاحظ وراهم تغطاولي ولكن مهم في البنك في البنة كيش يزوين بزاف من بعد ما ساليت التحضيرات غادي نوضحهم في تلاجة حتي بردو ومنين بغي نقدمهم غادي نضيف هديك الساشة ديال الكاكا والمور وإلى عندكم الكاكا والمور غادي نضيف واحد صفايا هاكم قنرش فوق من هدوك اللي بيسكويت اللي عندي ولا فوق من هديك التحلية باش كيجي المعداق ديال تغاميسو كنتمنى أنكم تجربوا هدي التحلية وإلى عجبتكم الوصفة دياليوم ولكنتو أول مرة كالتزوروا القناة ما تبخلوش عليا بلايك وخليوليا كومونتا غطوني رأيكم في الوصفة وما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط على الزر على الجرس باش يبقى يوصلكم إن شاء الله كل جديد وهذه التحلية ديالنا من بعد ما وجدت لينا كتزي عاق دا وشدة فرسها مزيان وكتزي اللي دا بزاف الماضاء كنتمنى أنكم تجربوها يالله تحلو لي يا فرسكم والفيديو الجاي نتلاقاه إنساء الله بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر